يا على كل حال الاربيطراج مرحش يتسقم لاليوم لاغدواء بلي بليزانسيان كي مرحك تقول فارضون ولا بالجدد ليجان ما يتسقمش لان هاد الناس هادوما صافي دي زاني دي زاني والاربيطراج كاريدا مام لي طلعوا جدد ممكن يديروا دي فوت كاريدا وكاريدا انا جابان كاريدا اللحومي شوفوا ويبحت ديروا دي زانكت لانا سيبا نورمال سيها بلس ك انورمال ممكن كاريدا مهل كو فهى ممكن ما زل ما زال عصابة اللي تحكم في سرطان زاربيد عصابة ومعروفة وهمم هو يعرفهم يعرفوهم قاع الناس اللي راه في الخافة هي اللي راه يتخدم يلازم الناس هادوما اخي يفو كيمة ضربة ضربة صحيحة انا على بالي بلي انا نامن بحاجة واحدة في الاربيتراج انا لاحبين صح رقلي والبروبلام مشغل الاربيتراج بكوت شوز لاحبيني رقلي يا اخويا ما في هول انا كنت تكلمت عليها لزاربيتر واحو قاعل هنا تاربيتري وي اخويا ديكلاري وقاعل يبيالي عندكم انتوما والله فام يتعكم وتعنسابكم فودي ايه صارست كما يقول لك ديشكرية ونفوت لافيد ديراسيو من بعد ولا تشوف دي زاربيت نوزها كما يقولوا يقال انا هاوش عندي نسابي هاوش عندي وتريح عندهم ما تخرج لالله براس الوالو يا اخي باش الناس تبعوين كاين انت اليوم ما كانوا هاربيترين بعد نحين بعد جيب الناس دار تماشي غير معروفين في الاربيتراجوش كاين صارتها ما نجملوش قاعليز الاربيتراجوش كاين اللي خاطيهم هادشي هذا مكاين الناس اللي خمجت الكورة الجزائية جو دي بيا جو سيس كو جو دي مقاعي عارفوها اللي بسخط الكورة الجزائية ما زالهم تدوروا توتوتور من البعيد متخبيا يتلاقا وكدا على بالهم قاع الناس على بالهم كيف همين جموش يحبسو هاد الناس هادو انا هنالبواندان تيروغاسي وعلاش مين جموش يحبسو هاد الناس هذا مكا نعم ياس دواهي برأيك فيما تحدثنا عنه حول اجتماع رئيس الاتحاد الجزائر لقد قدم سيد وليد صادي مع رئيس لجنة التحكيم السيد عبيت شالف لهو حاكم سابق هذا اولا سؤال تاني في بعض المرات نشوف حكام مثلا نشوف حاكم اليوم يدلك مباراة في القمة بعدها باشبوع ممكن يقع في فضائح كبرى في اثناء تحكيم المباراة هذا لي دو مزور لماذا مثلا انت بالخبرة طويلة اللي عندك فقط القادم الجزائي لا مشي امر خبرة طويلة ما عندي شخبرة خبرة همار اليوم لي لعبوا البالون هاد او خبرة تانك جورناليز ولكن دي المانير جنرال البربلامة تعالى ربيت راجل الجيريا ما زيتش في هاد الاسيزون هادي كيقول البربلامة بس كي صح كان بروبلام وبلوريال كيون دي Problem فلا عبيت LizerosJ крепل يصون ليه و السيستم ده لكي قيصو كيين Entrepreneur ونسلية تبعو المحيط عنده دور تاني سلبي خاصة وصالي زرمي اليوم ما قلت مقبيلا في مقدمة تاعك اليوم اجتماع اجتماع ما رحش يبدل الوضعية يجب تكون بسحي تيري لصونة الضالر مومو ترى هذا يراها تحركت له لصونة الضالر مكسي يكون طولوكا ما حبش يحبس تيري لصونة الضالر مومو لكن مكسي لصوليسان اليوم يفو ادنفع هذا المال هدا موش هده المال حشك تاع الاربطراج ماشينا نقدر ندنفعه ادنفعه الناس خوبارة يقولوا كيفا ان اربيت اماتش الوحد اخر لا فرستشان تاعوني بلا مام على لرابوس كينين يجب ان تروح لكيه ان تروح ترامسهم بسك الهد المال تاع الاربطراج يجب ان تروح لكيه يجب ان تروح لكيه يجب ان تروح لكيه ان تروح لكيه ان تروح لكيه ان تروح لكيه ولكن المجوريتي فيهم اليوم الاربطراج الاجرين تطلع لجان لجان بحقهم تكون عندهم يطلعوه بس يطلعوه بلا كاليتي تروح لاربطراج لان تروح لشياء الاربطراج ليس بلا بروكسيميتة تاع الناس اللي يدارين في الاربطراج لكن قول لكيه قناعته كانت تركة الاترات تاعيش روو وبعو الناس كانت تروح لشياء الاربطراج مايهد بيطاحهم للمسيح البحث لفترة كانت ابغتنا اليوم إن لمجرد في المستوى لقد كانوا مثلهم أنت وإنهموا أنهم في حتى ومنهم أصدروا جانب الأشياء ويرون ونحن الضمان ويستمرس ونحن نتخلق الأشياء وليس هذا حسنا جدًا يجب أن يكون في وقفت الأسعاد Speedman في قبل كبيره عارق وهذا سوف يرى المعارف يستمرون النبو يقولون يمكنهم أن يلغطوا يمكنهم أن يتعبون عنه يتعبونون على قبل ويسعدون المعارف يوجدهم يجب أن تحكملهم يجب أن يُكورجونهم يجب أن يتعبون هذا الفعل الدنيا لذلك اليوم الاربيتراج ينرينيون دو مثل كوهات يجب أن تتميني بلسجم لما فيهم شك لا يجب أن تشك عن النزاهة الاربيتراج يجب أن تدورون بالناس الذين لديهم النزاهة والناس الذين لديهم النزاهة تخرجهم الاربيتراج تجد الاربيتراج أنه نهضر عليها أمين أكساس تكت لعب سابق تعاملت مع العديد من الحكام في مسيرتك سواء لما تحطوش على الفئة الشبانية تحطوه اليوم في التحكيم مثلا في المباراة اللي نحضرهم احنا كصحفيين في رامان كوروم شوفوا ممكن يصر العجب بين اللعبين والحكام في بعض الفترة من الفترات كان الحاكم مثلا كما يقولوا احنا بالعامية الشي يتقدرون مع اللعبين لكن اليوم نشاهدوا في المباراة تحدث أمور وكلام بين الحكام واللعبين كاريتي هل هذا من بين الأسباب اللي سهمت في تدهور التحكيم في الجزائر سير ميدو فضائح تحت تحكيم في الجزائر في المدة الأخيرة هذه ولا كاريتا كاريتا وهذا يؤدي إلى العنف بس لازم نقولها في الأوينة الأخيرة تشوف المقابلات تحطيف 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 مولودية مولودية الزاوية في باتنا سعلاج الحكام وهذا خطر على الجزائر والكرة الجزائرية بس كو كان ما يأخذوش إجراءات وما يطبقوش قوانين هتقدر يقدر نورمال فيه ماش تشوف أن كريم بس كو سرتو والناس شو المايش وعيا بس كو تشوف أنت يا دي سي بورتور يتيلو بالكراسة والأونفايس موتين وكذا عند هذا الإنسان ما وش في وعيه يقدر تصراء أي حاجة في أي وقت لازم الفيدرالية لازم تأخذ إجراءات وكيما قلت أنت الحاكم اللي يرى حاكم اللي يضربتها بيتشارف لازم يكون في المستوى تعل المنصب اللي يرهو فيه ولا ما يقدرش لهذا المهمة هادية أنا نقول باللي غير يحبس خير يخلي ماكن الآخر والسؤال ديالك اللي يتولي بالي رانا نسمعه إحنا أنا من ذاك نتلاقى بلاعبين شوف أنت حاكم يشتم لعب والله وش حبيت نقول لك هذا ممزم السؤال يطرحت تبدل الشتائم بين الحكام واللعبات شيء مؤسف أنا أنا مخبيش عليك أنا في وقتي جام يسيبني أربيت بألك ما على بالي يش تسراء بارفو شيء معي ما نيش أحكي كأنا بارفو المهم يتسراء في البطولة التعنا من هاد الأوين الآخرة في هاد الأعوام الأخرين هادو ما ولت بزاف هاد الحادثة هادية يتسراء كتير ودونك عليش قلت لك أنا يا لازم الحكام لازم يكون على وتور وتاني لازم يطبقوا القوانين هاد يتولي هاد يكين عاودون نقول له توجور توجوريتي لازم القوانين يتبدلوا لازم يتخذوا لازم يأخذوا القوانين لازم الفيدرالية تضرب بيد من حديد بس كولا انتر أربيت سيسبون ده ما شطر ما شعادي وليدير لديقه هادو ويدير الكاريتة اللي راح مقدار ما شح تتقدم الكورة الجزائرية شكرا لك أمين أكساس علي بن شيخ اليوم القرار الذي تم اتخاذه رسميا سيتم تعيين حكام دوليين في المباريات الكبيرة في البطولة الوطنية يعني مباريات خوية اللي فيها لونجو في حسابات البقاء فيها حسابات اللقب والسقوط ولا سيتم تعيين حكام دوليين والدليل أنه أول مباراة في هذا الجوع تكون بعد غد الخمس تم تعيين الحكم غربال لإدارة لقاء المولود يشلف تم تعيين الحكم عوينة لإدارة مباراة بارادو في وهران أمام الحمراء ودربي بالوزداد الاتحاد تم تعيين الحكم هكام واحد انت في رأيك هل اليوم تعيين هؤلاء الحكام الدوليين في هذا النوع من المباراة سيقضي على المشاكل التي تحدث في التحكيم أم هو فقط ذر للرمادي في العيون